السلام عليكم متتبعي قناة دروس وتمارين مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد ودرس جديد اليوم الدرس الدرس فعلوان الدرس فعلوان الدرس سوف نرى في هذا الدرس كيف سوف نطلب نصيحة وكيف سوف نعطي نصيحة في صفحة 44 من كتاب Ticket to English خاص بالأولى باكالوريا إذا نبدأ ونبدأ ونشاء الله الدرس سوف نقرأ وعندنا هنا أحد بعض الرسائل وعند رسائل الأولين يوجد أشخاص يطلبون نصيحة وعند رسائل الأخرين يوجد أشخاص يطلبون نصيحة نطلب مننا كل نصيحة نربطها بالجواب نقرأ الرسالة الأولى نقرأ الرسالة الأولى أعزائي القرآن أعزائي القرآن أعزائي القرآن في صفحة في صفحة أعزائي القرآن كل مرة أعظام في الصفحة أعزائي القرآن أعزائي القرآن أعزائي القرآن بسبب لكي أخلل الأمور أسوأ مجرد صفحة لكي أخل الأمور أسوأ زملاء لها أيضا لكي أضحق عليها بسبب على المجرد I also avoid going out or meeting people because I feel so ugly and embarrassed كن جندب نخرج من طلق الناس حيت كنحس براسي خيبة و كنحس بإحراج Please tell me what I can do to get rid of these spots أعفكم قولوا لي أشنو نقدر ندير بشن نحيد هاد بي spot What should I do to look better أشنو خاص ندير بشن بن أحسن منك Advice request number 2 Hello everybody I've tried several types of shampoo to get straight hair أجربت شحال ديالي الشامبوان أنواع كتيرة ديال الشامبوان بشنحصل على شعر مسرح But in vain يعني بدون فائدة My hair is too curly الشعر ديالي مجاعد بزاف يعني مجاعد علي And that gives me a lot of psychological pain In the case of Biblia الم نفسي كبير I'm always wearing a cap دي مكال بسكس كتا To cover my head بشن نطير رأسي So that I can feel at ease both at school and in the street بشن نحس بعلى راحتي في الدرسة و في الشارع What can I do? What do you advise me? بشن قدر ندير بشتت نصحون دبعا نشوف الأجوبة نشوف الجواب الأول If I were you, I wouldn't worry so much مكن شعر ديرونج بزاف Curly hair isn't always ugly الشعر مجاعد ماشي دي ما خيب Sometimes it's more beautiful than straight hair مخترت تكون حسن أجمل من الشعر الأمس Anyway, على كل حال I advise you to use some hair oils كما نصحك تسامل بعض زيوت الشعر These are available at every pharmacy and at reasonable prices وهات زيوت متوفرة بجميع العالي فارمسي وبأتمنا معقولة One more thing Why not consult a hair therapist أعلى شما تتشاوس مع اجتصاصي معالج جيش شعر He may give you a treatment suitable to your case يقدر يعطيك علاج لكي يناسب الحالة لك Good luck إذن هذا الجواب يبين بأنه متعلق بطلب ناصحة الرقم جيش ديال الشعر يتبقنا الجواب الثاني نقرأ Why get embarrassed أعلى شغل تحرجي That's quite normal during adolescence That's quite normal during adolescence هذا شيء طبيعي أثناء المراهقة However مع ذلك There are some helpful things to do مع ذلك يشيء أشياء تقدر يعاونه و تدريهم To start with كبداية أولا You'd better avoid fatty food You'd better يستحسن لك أفضل لك Avoid fatty food جنبي للأكل الدني Secondly ثانيا Why don't you try some special natural types of soap لماذا تجربش أنواع خاصة من الصابون طبيعي These can have astonishing effects on your skin These can have astonishing effects on your skin يقدر يكون عندهم تأثير مبهر على البشرة ذيك Thirdly You should خاصك Avoid stress because it can cause skin problems You should be stressed حيث كي سبب مشاكل البشرة Best of luck راضي نجيل للتمرين الثاني Read the letters again and answer these questions لما نقرأ نعاد نقرأ رسائل المرة الواضحة What is the boy worried about أشن هي الحاجة اللي من ضرنجية الولد جواب هو His hair is too curly الشعر دياله مجاعد بزاف كتر من الطيين B What is the girl worried about A can spot on her face لحبيبات ولا لسبت على فجهة C What do they want the readers to do جواب Give them advice يعطيهم نصيحة رقم ثلاثة Fill in the charts with expressions from the letters and the replies نطلب مننا هنا نجبدو عبارة Asking for advice كيفاش تطلبو ناصيحة أنا اسمي توكتب للأجوب هنا إذا العبارة الأولى Please tell me what I can do أعافك أقول لي أو لأقول لي أشن قدر ندير What should I do أشن خاصني ندير What can I do أشن قدر ندير What do you advise me What do you advise me باش تتنصحني إذا هدو عبارة قدر نستعملهم إلى غناء نصيحة إذا بغننا نعطي نصيحة شيحد كنستعمل هذه العبارة هدو If I were you I would كنت بلازك كنت غادي ندير كذا أو كذا إذا كنقوله I would ولا I wouldn't أشن قدر نستعمل Affirmative Number two I advise you to كنصحك لاش ندير كذا أو كذا Three Why not علاش ما كذا You'd better يستحسن أفضل لك Why don't you علاش ما ديش كذا أو كذا Number six You should خسك إذا نشوف هدو عبارة فى النصوص أنا أدنا Please tell me what I can do to get rid of these spots What should I do to look better What can I do What do you advise me دفعش دفعشوف العبارة ديال تقديم الناصحة If I were you I wouldn't worry so much كونت بلاست مكن شعرين ديرونجة بزاف I advise you to use some hair oils كان صحك بشتسعمل بعد زيوت يشار أولا Why not consult a hair therapist Why not consult a hair therapist علاش ما تشاورش مع معالج للشعر اختصاصي فى علاج الشعر You'd better يستحسن لك أن الأفضل لك You'd better avoid fatty food جنب للأكل الدون Why don't you try some special types of soap علاش ما تجربش أنواح خاصة ديالصبن طبيعي وهنا You should avoid avoid stress خاصة تجنب stress مزين دابعا ما يستخرجنا العبارات هذي مشهول practice تطبيق يعني هذي تبقها الشيء اللي يقريع إذا في التمرير الأول What advice can you give to someone who أشنا هي ناصحة اللي هذي تعطي لشيبوه هذي لي أولا Is getting fatter and fatter يعني غاضي وتغلاط Number 2 رقم جوج suffers from insomnia كيعاني من العرق كي يقدر شيناس ثالثا 3 Has poor appetite عنده الشهية ضعيفة أقمر بعض Has to take درسنا ولا الدرسة لنرجع للجملة الأولى Is getting fatter and fatter شي واحد لك يا الله نقدر نقول له You'd better go on a diet and do some physical exercise أحسن لك تباهمية ودير شي تمرين وياليا Suffers from insomnia شي واحد لي كيعاني من العرق ما يقدر شيناس قدر من النصحة I advise you to read a book before going to bed 3 Has poor appetite شي واحد عنده شهية ضعيفة قد ننصحه نقول له Why don't you have an appetizer علش ما تاخدش شي فاتح شهية Number 4 Has toothache You should visit a dentist خاصك تمشي تشوف طبيب دي السنان هذا التمرين الأول التمرين الثاني Role play اللعب دي الأدوار هنا غادي تلاعبوا بيناتكم أدوار كل واحدة غادي لعب دور Write a dialogue and act it out with your partner Use the prompts in the following cards إذن هنا قد تستعمل هذه العلمات باش تكتبوا حوار تخدموا جوج روج واحد فيكم هادي لعب دور ديال شي واحد كيعاني من آلم الرأس اشتروا في البطاقة الأولى هايا Card 1 You suffer from painful headaches Ask your friend to give you some advice إذن كما بت اللولا هادي يخدم في هذه البطاقة سيطلب نصيحة من الشخص ثاني الشخص ثاني اللي هو مول بطاقة تانية Card 2 Your friend suffers from terrible headaches Give him or her suitable advice صديق ديالك وصديقة ديالك كيعاني من آلم الرأس أعطيه نصيحة مناسبة إذن نحاولو ندير واحد حوار لواتي لقائي مثلا لقتي مع صديق ديالك في الصباح كتلي Good morning How are you غادي يقول لك I'm not okay غادي تقول لي What's wrong ولا What's the matter يعني يعني أشكيين أشتاري غادي يجاوبك I have a terrible headache عندي واحد آلم الرأس خيب غادي يطلب ناصيحة غادي يقول لك مثلا سمشي أبارات من هادو ديال طلب ناصيحة What can I do مثلا ولا What do you advise me ولا What should I do اللي استعملت الرأس جيدا والآخر غادي يجاوب Oh my god مثلا Oh my god I think you should I think you should have an aspirin يعني تاخد aspirin مثلا انتمنا تكونوا استفتوا من هادو درس ما تنسوش تديروا ابوني وتبارتاجيك الفيديو باش كل شيء يستفى ان شاء الله وتعمل فائدة سلام عليكم